لكن الفكرة بقى في إيه؟ نقرأ يا جماعة بقى شوية ونفكر طبعاً هو يعني للراجل والستة بس يمكن في الحتة دي شوية الستة أكتر شوية عشان هي اللي فعلاً بتبقى عندها مشكلة نقرأ بقى في إيه أو نفكر في إيه؟ مفاتيح مفاتيح السعادة بعد الرفض مفاتيح هنعمل إيه في حيث؟ في الشخصية اللي قدامنا نفكر إزاي نعرف الشخصية اللي قدامنا المواقف والحياة بتبين لكن الفردي كان فترة الخطوبة أو الارتباط بسيطة فمش هتبين ودي بتحصل مشاكل كتير إن بعد ثلاث شهور اتجوزنا على الطول فما لحقناش نعرف بعض فاكتشفنا المشاكل فترفضنا ما دلوقتي العلاقات يا دكتور سامح لو عدت الستة الشهور مش هيتجوزوا دلوقتي لازم تبقى ربطة في إيه شهرين هيجري اجري بسرعة يعني حدرتك مفيش وقت من الكلام ده خالص سرعة ما نقولك شهرين ويجري لكن حاول أن أنت تشوف الطرفين للطرفين على فكرة الموضوع ده الطرف اللي قدامك في كل وقاته يعني في الحزن في الفرح في الزعل في النرفزة في الهدوء في الحب في كل حاجة اتفرج عليه وشوفه عشان تحكمه على بعض أكتر كل ده عشان بنقلل بس نسب الرافض شوي تاني حاجة غير إن أنا لازم أخد وقتي وأعرف اللي قدامي ده كويس تاني حاجة الصراحة التامة من الأول أنا برضو بقلل النسبة شوي صراحة الصراحة التامة أنا ما بحبش واحد اتنين ثلاثة وانتي ما بتحبش واحد اتنين ثلاثة متفقين عن كمل زي مشكلة الأولية اللي كنا من الكلام فيها مش متفقين طب خلاص من الأول يبقى الموضوع لسه بسيط لسه مشاعر ما بقتش قوي قوي لسه ما وصلناش لمرحلة عالية فمن الأول عملنا قط وبدأنا من الأول لا وأنا أعتقد كمان إن ما فيش حد صريح الصراحة دي يعني في البدايات ما فيش حد بيقول أصلي والله يبصي أنا عصبي وأنا 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 أصلي بصي ساعدت بعنايا زيغة كده فأنا لما اختفي شوية فتعرفي إن أنا مع واحدة تانية فما تزعليش مش حد بيقول الكلام ده وأقولك بقى الحاجة القانونين مهمين جدا 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 الأولاني يمكن كنا بندردش فيه بنقوله اللي هو القانون الاختلاف لازم تعترف إن أنت مختلف عنها وهي مختلف عنك فلازم تقبلوا بعض بهذه الحالة والتاني لانعكاس لانعكاس ذات زي اللي هو أنا لو بابتسم في وشك فأنت هتبتسمي أنا لو بخون فأنت هتخوني وخيانة مش لازم تقول يعني خيانة بشكل ما لا ممكن خيانة في حاجات كتير لو أنا بخيل هتبقى أنت بخيلة اللي بتعمله بينعكس دايما في الأشخاص صح فخليني أعترف بالقانونين ده مهمين أو اختلاف ونعكاس لو اعترفت بيهم ومشيت حياتي بيهم أعتقد نسب الرفض هتقل إحساس الرفض بيعمل إيه فينا كبني آدم بيعمل بيغار فينا إيكا في الجسم لا في الجسم ممكن الحتة الطب بباشر شوية بس طبعا لما بنقعد نتكلم آه شوية كده نفسيا لا بيبقى الموضوع فيه إحباط جامد جدا إحساس فشل خوف بقى وده الكارثة خوف من أي حاجة لاي نفسك أنت بعد كده مش قادرة تنزلي تشتغلي طب ما هشتغل إيه علاقة طبعا أنا مرفوضة في علاقة عاطفية لكن مش قادرة أشتغل ما عنديش طاقة مش قادرة أنزل أقعد مع أصحابي مش قادرة مش عارفة روح للجم النادي ها ها كل الكلام ده كله مش قادرة أعمله لأن بفقد الثقة في نفسي صح هي فقدان الثقة ولذلك لا إنسى خلص الكلام ده كله عادي مش أول ولا آخر واحد أرجع بقى إزاي ثقة بنفسي روشيتة خيرة أرجع ثقة بنفسي إزاي بعد أي علاقة فشلة أو أي بعد أي إحساس رفض حلو وراجل وزيت برضو نجيب وراءه قلم ونكتب آه دي كانت المزايا بتاعتي واحد اثنين ثلاثة والعيوب بتاعتي اللي ترفضت فيها واحد اثنين ثلاثة هتلاقي المزايا طلعوا أكتر ده رقم واحد يعني ده أول حاجة لأنني محدش يحبك كتر من نفسك فانت ان شاء الله تطلحهم كويسين ان شاء الله تنجح عشرة على عشرة مع نفسك تاني حاجة يتواجه عيبك ده يا إما تروح تعالجه تمام التالتة إيه وعن تفقد الثقة وفكر إن إحنا ده إحنا في مصر بس شوفي كام مليون تمام كده فما بالك بالعالم كله فزي ما ترفضت من شخص يعني واحد أو واحدة فانت ممكن يتوافق عليك بقية الملايين ده ممكن يمفق عليك عايز تقولهم لي في الآخر عايز تقولهم في الآخر لا يا جماعة الرفض دي حاجة بسيطة جدا وحاجة عديقة بتزعل وبتخلينا نتضايق لكن ما نعطش في المرحلة دي كتير هنكتب مزاينا ونكتب عيوبنا هنلاقي المزايا أكتر نبدأ يلا نستمر في الحياة الحياة مش بس مجرد علاقة الحياة فيها حاجات كتيرة قوي حلوة وشغل وحياة وخروج وصحاب وحاجات كتيرة وفكر دايما أو فكري دايما إن ده مش آخر واحد أو آخر واحدة هتعيشوا كتير و هتلاقوا أحسن إن شاء الله